على أصوات الرصاص تنام وتصح سبها منذ ثلاثة أسابيع والحصيلة أكثر من خمسة قتلى وتسعة جرحة جميعهم من المدنيين وفق مركز سبها الطبي الاشتباكات التي تدور في محيط اللواء السادس موشا التابع لوزارة الدفاع بالحكومة المحترحة بين قوات اللواء القريب من أولاد سليمان ومسلحين محسوبين على قبيلة التبو تشل الحركة في جزء حيوي من المدينة مطار سبها وأحياء القاهرة والطيور والنصرية كلها تحت تهديد الرصاص العشوائي المتناثري هنا وهناك وأمام هذه الأوضاع اضطر مركز سبها الطبي إلى إعلان حالة الطوارئ نتيجة الاشتباكات التي تعرقل وصول العناصر الطبية إليه ونقل حالات مرضية من بعض الأحسام بسبب تعرض المستشفى لعدد من الإصابات العشوائية وللحيلولة دون تفاقم المعاناة اتفق أعيان القبيلتين على وقف إطلاق النار الفوري والتهدئة بالمدينة بعد ثلاثة أيام من اندلاع الاشتباكات إلا أن الاتفاق لم يصمد صوى بضع ساعات لتعود المدينة إلى حالها السابق اتفاق هش لم يكن الأول الذي يصطدم بحائط الصراع بين التبو وأولاد سليمان إذ وقع أعيان القبيلتين في أبريل من العام الماضي اتفاقا في روما برعاية المجلس الرئاسي المحترح ووزارة الداخلية الإيطالية ورغم أن الأعيان تعهدوا في اتفاق روما بإخلاء الأماكن العامة من التشكلات المسلحة ووقف إطلاق النار ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين إلا أن بنود الاتفاق لم تكن سوى حبر على ورق